اشتركوا في القناة وراضيا نظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة تثقيفية لستين سفيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي زرنا البحرين ضمن برنامج قيادي يو 2020 الورشة هي احنا تم تنظيمها على اساس ان تعريف الطالبات على المشاركة السياسية في مملكة البحرين والمجالس التنفيذية والتشريعية والقضائية الموجودة عندهم وكيف تتم عملية الترشيح والأمور هذه في هالمجالس طبعا من الورشة اللي شفناها احنا طبعا فتحت مدارك الطالبات وتعرفوا على كيف تتم عملية الترشيح لهذه المجالس وكيف المصدقية الموجودة وشفافية بين الملك والشعبه وهذا المسنع طبعا من تجاوبهم وتفاعل الطالب الستين طالبة في المحاضرة مع المحاضر في هذه المحاضرة تفاعلت الطالبات وبشكل لافت على ما تم طرحه من محاور حيث قمنا بمناقشة الأفكار التي تم طرحها خلال المحاضرة حرصا منهن على الاستفادة من كل ما ذكر الديمغراطية لها معنا ثاني مختلف اللي كان عندي انا يعني تغير فكري شوي تعلمت اشياء كثيرة واشكر دولة البحرين على هذه التجربة الرائعة وانا استقبلونا بود وترحاض وايد استفدنا من هاي الشورى اللي تعلمنا اشياء يديدة ويعني تطورنا من انفسنا وهي كنا نسوي في هاي الرحلة وايد اتعلمنا منها تطورنا نفس البارح على مسرنا وعرفنا عن دور المرأة وفي المجتمع وشيب وهي يعني الحمد لله وايد اتعلمنا ونشكر البحرين على نيابونا في هاي الدولة وتعلمنا وايد اشياء يديدة الحمد لله اليوم كان عندنا وشهة عمل عن كيف تكون ديمقراطية كيف تقابلي افقار اللي مو بس عندك بس عندن الافراد الثانين وكيف تاخدين هذول الافقار والرؤية وسحطيها بالمجتمع وكيف تنشريها مو بس رأيتك انتي بس كمان تقابلين الافقار الثانية وكمان حامة التعاون في المجتمع والعدالة وكمان وهاكو الاشياء وكمان كيف البحرين تأخذ هذول ثقافات وينقلوها في المجتمع من جانب اخر استعرض المعهد خلال المحاضرة النظام السياسي والتجربة الديمقراطية في المملكة اضافة الى تقديم نبذة تعريفية حول فكرة نشأة المعهد والادوار المناطة به في دعم التجربة الديمقراطية في البحرين في هذه المحاضرة عرفنا للوافد والطالبات من الامارات عن النظام السياسي في البحرين ما هو شكل النظام من حيث فصل السلطات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية شرحنا لهم في عدة يعني عرفنا لهم عن المعهد اولا وعن النظام السياسي وبعد ذلك كان محاضرة ألقاها متخصص من المعهد كيف تكون ديمقراطيا تعريف الدمقراطية وقيم هذه الدمقراطية في مجتمعنا الخليجي التي تتسم بالعدالة وحرية التعبير المسؤولة جلسة اليوم كانت شاملة ومركزة في الوقت ذاته فقد تولى المتحدثون فيها العمل على تعريف سفيرات الامارات بالدمقراطية المتوازنة بأسلوب سلس ومبسط ليخرجوا منها بأكبر قدر من الاستفادة إضافة إلى إطلاعهن على النظام السياسي والتجربة الدمقراطية البحرينية خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة